السلام عليكم اهلا وسهلا بكم على قناة لمسات سعاد اليوم احتاج 1 لتره الحليب ملاعق كبار الملشا ملاعق كبار السكر ملاعق مسوحين الدقيق ملاعق كريم شانتي غبرة ملاعق كبار الملشا اولا نضع الحليب ونزيد الدقيق ثم السكر نحاول ونخلطه جيد لا يبقى في كريات الدقيق يمتزج جيدا مع الحليب وضعه على النار يجمع يجمع بهذا الشكل نضيف ملعقة الزبدة يوجد ملعق كريم شانتيغ نضرب الدرة بالكهربائي لا يجب أن يخرج لنا ولكن على الأقل أعطينا قوام جيدا ومجمع نضيف ملعقة الزبدة نضيف ملعقة الزبدة نضيف الملعقة الزبدة قوام جيدا نضيف ملعقة الزبدة عصير لنضيف ملعقة الزبدة ونخلطوهم جيدا ونوضعوهم على النار نقطع مربعات صغارين ونوضعوه لطبقة الثانية فوق المهلابية ونضعوه لطبقة الثانية ونضعوه لطبقة الثانية ونضعوه لطبقة الثانية ونضع المهلابية لطبقة الثانية ونضعوه لطبقة الدفع ونضعوه shotgun ونضعوه لطبقة الثانية فلص اختش Row شوكولت施 عباس ديال الشوكولة وهيدا كنكون عملنا المهلبية عادية والمهلبية بشوكولة ثم كنزينوها من الفوق بالطبقة الثالثة لهو القاناج اللي اخذينا فيها الشوكولة وضوبناها وعملنا لشوية ديال كريم فريش او الى ما كانش متوفر كنوضعو ياكورت ملعقة ياكورت طبيعي وفق نخليهم حتى كي بردو من بعد كنزينوهم باش مبغيتو انا زيمتوهم بهذه الوريدة وكيجي القوام ديالو رائع الديد هيدا كنو عملنا جوجد مهلبية وحدة بشوكولة وحدة بالمونغ كنتمنى ينالوا الاعجاب ديالكم وتجربوهم وإلى اللقاء في فيديو قادم إن شاء الله وشكرا جزيلا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة